تعويم جديد للجنيه أمام الدولار خبير اقتصادي بيفاجئ الجميع الدكتور متحة نافع الخبير الاقتصادي قال من صندوق النقد الدولي بيسعى يكون فيه مرونة أكتر في سعر صرف الجنيه المصري المتحة نافع قال كده في برنامج صناع القرار على قناة صدى البلد وضح أن التقرير اللي اتفقوا عليه مع صندوق النقد الدولي خلص موضوع تدخل البنك المركزي في القصة دي وقال إن تدخل البنك المركزي هيكون عن طريق العطاءات والعطاءات دي مش هتتحكم في اللي البنوك بتقدمه يعني البنك المركزي مش هيقول لبنك معين يدخل بسعر معين بالنسبة لسؤال هل فيه تعويم جديد للجنيه قدام الدولار الدكتور نافع قال إن ممكن يكون فيه تحرك جديد في سعر صرف الجنيه المصري قدام الدولار ووضح إن ارتفاع التضخم هيؤدي لانخفاض قيمة الجنيه وشدد إن انخفاض قيمة الجنيه تاني بقى احتمال وارد الدكتور متحة نافع كان بيتكلم بهدوء وثقة وقال إن الوضع الاقتصادي في مصر دلوقتي بيتطلب مرونة أكتر في التعامل مع سعر الصرف هو قال إن البنك المركزي مش هيكون لي تدخل مباشر زي ما كان في السابق لكن هيستخد النظام العطاءات اللي هيساعد في إدارة الأمور بشكل أفضل وأضاف كمان إن اللي بيحصل ده جزء من استراتيجية متفق عليها مع صندوق النقد الدولي والهدف منها هو تحقيق استقرار أكبر في السوق المالي المصري هو أكد إن فيه خطة واضحة للبنك المركزي وإن التدخلات هتكون مدروسة مش هتأثر بشكل مباشر على العروض اللي البنوك بتقدمها ولما سألوه عن توقعاته بخصوص سعر الجنيه قدام الدولار قال إن التضخم اللي حاصل ممكن يضغط على الجنيه وينزله أكتر لكنه قال كمان إن فيه خطوات بتتخذ لتحسين الوضع الاقتصادي بشكل عام وإن الحكومة بتشتغل بجد على الموضوع ده الدكتور ميت حتنافع ختم كلامه بنبرة مطمئنة وقال إن الأوضاع بتتحسنوا كل اللي بيحصل ده جزء من خطة أكبر لتحسين الاتصاد المصري على المدى البعيد